ما هي موانع المغفرة؟ هل هناك موانع وعقبات كأود تحرم العبد من مغفرة الغفور الذي يغفر الذنوب جميعا؟ ومن رحمة الذي وسعت رحمته كل شيء؟ الجواب نعم موانع المغفرة المانع الأول الشرك بالله عز وجل الشرك أظلم الظلم وأكبر الكبائر وهو الذنب الذي لا يغفر لمن مات عليه قال الله جل جلاله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني لمن مات على الشرك ولو تاب وأسلم وآمن وهو على قيد الحياة قبل الغرغرة وقبل خروج الشمس من مغربها لقبله الله وغفر له المصيبة أنه مات على الشرك انتهى إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني لمن مات على الشرك ويغفر ما دون ذلك يعني من الذنوب لمن مات عليها ولم يتب منها ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء القتل دون الشرك الربا دون الشرك عقوق الوالدين دون الشرك قطع الرحم دون الشرك أذى الجار أكل الحرام كل ذي كبائر لكنها دون الشرك وربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني واحد مسلم مات على التوحيد لكنه كان يأكل الربا ومات ولم يتب كان يأكل حراما ولم يتب كان قاطع للرحم ومات ولم يتب أهو في النار؟ لا أهل السنة يقولون هو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه بعدله وإن شاء غفر له وعفى عنه بفضله لكن لو مات على الشرك خلاص القضية خسرانة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثانياً من موانع المغفرة أصحاب البدع وأعني بأصحاب البدع لا أعني العوام المقلدة الجهال بل أعني رؤوس الضلال الذين يضلون ويضلون أئمة الضلال رؤوس المبتدعين ماذا قال النبي فيهم؟ أخرج التبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب وقال المنذري في الترغيب والترهيب إسناده حسن وحسنه الألباني في الصحيحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته حتى يدع بدعته ونحن في زمان رؤوس الضلال ورؤوس المبتدعين تفتح لهم الأبواب ويتكلمون في كل مكان ويهرفون بما لا يعرفون ويخترعون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان ثلاثة من موانع المغفرة المجاهرة بالمعصية فكما أن العاصي الذي يجاهر بذنبه لا يستحي من ربه فإن الله لا يستر عيبه ولا يغفر ذنبه ويشهر به بين الناس إنسان وقح لا يستحي من الخالق ولا يستحي من الخلق يذنب الذنب فيستره رب العالمين فيصبح يكشف ستر الله عنه ويقول عملت كذا وكذا وكذا يا أخي إذا بليتم فاستتروا ربنا سترك بتفضح نفسك ليه أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى اللهم عافينا في من عافيت كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل يعني أو المرأة بالليل عملا ثم يصبح وقد سطره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يسطره ربه ويصبح يكشف سطر الله عنه قولك أنت ما شفتني الزمان ده أنا كنت زمان ولد كنت أعرف نساء بعدد شعر رأسي ده أنا عارف الحج فلاني اللي ساكن صاحب العمارة اللي جنبنا ده أنا مرة من عشر سنين خبطت حتة علقة خبطت بوكسي طيرت له الدرس اللي وراني ده أنا أنت فرحان بخبتك أنت فرحان بمصائبك دي عضلات يعني بطولات أمجاد يا عرب أمجاد خلاص هذا من موانع المغفرة كل أمتي معافة إلا المجاهرين أربعة من موانع المغفرة إنك تتوب وتستغفر بعد طلوع الشمس من مغربها خلاص إذا طلعت الشمس من مغربها إذا جاءت هذه العلامة القبرى من علامات الساعة أغلق باب التوبة وغلق باب الرحمة روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه وروا مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها خلاص الشمس خرجت من مغربها يصبح الناس وقت الشروق وقت الفجر ظلام دامس سبعة ستة صبح سبعة صبح تمانية عشر صباحا ظلام دامس ويظل الحال على هذا لثلاثة أيام قال الصحابة فكيف نصنع بالصلاة وقتها قال اقدروا لها قدرا إذا خرجت الشمس من مغربها ليقبل ربنا توبة ولا يقبل ربنا استغفار المانع الخامس من موانع المغفرة أن تتوب وتستغفر عند معاينة ملك الموت عند السكرات عند الغرغرة أنت لسه فاكر خلاص حاسس أن روحك بجي تسحب منك حاسس بسكرات الموت تقول توبتوا إلى الله لن تقبل التوبة حان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر رواه مسلم ستة من موانع المغفرة الهجران لغير سبب شرعي بين المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ده أنت عاصر على نفسك لمونة ورح تسلم عليه لله هذا عمل لله أنت الأفضل أنت الأكرم أنت الأخير بهذا أخبر الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام يبقى موانع المغفرة الستة واحد الهجران لغير سبب شرعي بين المسلمين اثنين التوبة عند السكرات لا تقبل ثلاثة التوبة عند خروج الشمس من مغربها لا تقبل أربعة الشرك بالله عياذا بالله خمسة الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة عن رؤوس المبتدع الضلال لا عن العوام الجهال ستة الله جل جلاله لا يقبلوا التوبة من مجاهر بذنوبه مفاخر بمعاصيه عيازا بالله عز وجل اجرب بشكل 기억 الهجران